ترجمة نانسي قنقر لرفع مستويات التأهب والجاهزية لدى منتسبي لتلبية نداء الوطن في جميع الظروف وأن عقدة وإجراء مثل هذه التمارين تعد بمثابة تجربة تقييم واختبار لقدرات الحرس الوطني من خلال اختبار أنظمة القيادة والسيطرة وعمليات الأمن الداخلي في جميع العمليات الدفاعية التي تخدم الخطط المعدة ونوها سمو رئيس الحرس الوطني أن إجراء مثل هذه التمارين تحكس جهود رئاسة الحرس الوطني في إطار دعم المؤسسات الأمنية في المملكة لحفظ استقرار الوطن وحماية نهضته وازدهاره في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه كما أشهد معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني بالتحضيرات العملية والنظرية والخطط التقدمية التي تسبق مراحل إجراء التمرين من خلال قيادات التمرين والمشاركين فيه من وحدات وكتائب الحرس الوطني مؤكدا أنها تعزز من مستويات الجاهزية والكفاءة العالية في أداء الواجب الوطني ورفع مستويات الدعم والتكامل مع المؤسسات الأمنية في المملكة